وخلال كلماته في احتفال ليلة القدر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة لشعب مصر العظيم ولشعوب الأمة العربية والإسلامية بحلول تلك الليلة المباركة كما شدد الرئيس السيسي على أن الخطاب الديني الواعي المستنير هو أحد أهم عناصر مواجهة الفكر المتطرف والهدام هذا وقد دعا الرئيس السيسي جموع المواطنين إلى موصلة بناء الوطن بالتعاون والتراحم والتكاتف